اشتركوا في القناة يا سيدة واتكون مستمعين ومشاهدين وينما كنتوا عم تسمعونا بحلقة جديدة من شباب سوريا البرنامج يلي بيطل عليكم على هوا وطن اف ام طبعا كل احد واربعة وجمعة الساعة ستة وخمس دقائق بتوقيت الوطن الاعادة يوم الثانين والخميس والسبت ساعة انتين وخمس دقائق وأكيد بتسمعونا عبر الافير على تردد تسعين فاصلة ثلاثة ما رح ننسى نذكر السوشال ميديا على صفحات الفيسبوك وتويتر واليوتيوب عبر البث المباشر بصفحات اذاعة وطن وكمان عبر البث المباشر بالموقع الالكتروني للاذاعة فاصل صغير ومنرجع نطرح موضوعنا ومنرحب بضيفنا قبل الترحيب بضيفنا بدي بس اذكر ان انكم بتقدروا تتواصلوا معنا عبر رقم الواتساب صفرين تسعين تلات خمسات مية تسعة تالاف اذا في حال عندكم اي اسئلة او مداخلات وموضوعنا الى اليوم هو موضوع الاسماء الوهمية اللي ظهر بشكل كثير جدا بعد الالفين وداعش بحكم الاوضاع اللي عم تعيشها البلاد والنظام وإلى ما هونالك ضيفنا الاعلامي هادي العبدالله هادي صباح او مسأل خير بالاحرى مسأل ورد يميت هلا تحقيق لك ولكل الاخو المستمعين هادي كنت عم بتقلي تحت الهواء انه ما كتير بتفرق معك موضوع الاسماء الوهمية بس كتير اشخاص ان لجأوا لاستخدام اسماء وهمية حاليا حاليا كيف وضع هادي مع اسم هادي العبدالله تحية اليك اغيض اول شي وتحية لكل اللي عم يسمعونا او عم يشوفونا على موضوع الاسماء الوهمية هو كان ضرورة بوقت من الاوقات الوقت اللي كانت فيه انتلاقة الثورة السورية ب 2011 كان النظام بسيطر على معظم المناطق وكان احنا بهمنا انه نقدر نوصل صوت السوريين او صورة اللي عم صير بسوريا للعالم فكان لابد انه ما نتعامل باسماءنا الحقيقية معظم الشباب اللي استخدموا اسماء الحقيقية تم يأما اعتقالهم يأما كان الاصعب من الاعتقال هو انه يتم اعتقال حدا من ارايبينهم انا بذكر شباب رفقاتي من حم السورجي يأخدوا امه او اخته يقولولون الاهل انه هاي اماني عنا بين ما يجي ابنكم يسلم حالهم فكان هذا كابوس بالنسبة لالنا انه ممكن انا ما عندي مشكلة انه استشهد او انه اعتقال يعني نحن نعتبر انه من 2011 الهلاء عايشين بالوقت بدأ الضائع يعني بالنسبة لالي يعني لكن كان مشكلة كبيرة انه يتأذى حدا من اهله بسببه فهون بدأت رحلة الناشطين مع الاسماء الوهمية يعني انا بتذكر اول اسم استخدمته بـ 25-3-2011 باول مظاهرة لعناها بحمص حكيت بمداخلة على التلفزيون باسم عبد الرحمن وكنت عامولون انا ما عم بكذب انه كل ياتنا عبيد للرحمن وانه المهم انه يوصل للصوت يعني كم اسم غيرت؟ كم اسم غيرت هذه؟ كم اسم غيرت من الـ 2011 هلأ؟ ثلاثة اسماء غير اسمي الحقيقي نقدر نسكرون؟ ايه ما فيمشلي هلأ قلت لك انا بدأت باسم عبد الرحمن ما طول مشواري مع عبد الرحمن يمكن حكيت يوم او بقيت لكم يوم بس نعرف صوتي من خلال بعض الناس او بعض المخبرين نعرف صوتي بالقصير بحوص نكتب فيني تقارير لفرع الامن العسكري فرع الامن العسكري حكوا مع خالي يوم كان خالي كأنه بيعرف حدا منه فقالوا له انه فيه تقارير رفعت بابن اختاك وانه ضروري كتير تلاقوا حل لانه بدون يجوا يداهموا البيت وياخدوا هون خالي دخل واسطات ودخل رشاوي وحتى انه تلفل في الموضوع دفع رشاوي يعني مجمع ما انا خجلا من هذا الحك لانه بتعرفوا بلد الرشاوي لانه منظومة نظام الاسد هي قائمة على الفساد يعني صحيح فقدر يحميني بدفع اموال ومن خلال معارفه يعني على انه ما ارجع لهذا عمل مرة تاني ما ادرت ما ارجع مع انه ما كان الاعلام شغلتي الاساسي ومع انه بس هون كانت بداية المشوار مع المحطات وحسيت انه فعلا بلش صوت يعني بلشت عموصل صوت يعني فبلش تفكر بطريقة انه لازم لقي طريقة جديدة اقدر اتواصل فيها مع المحطات هون خطر ببالي موضوع تغيير الصوت بالاضافة لتغيير الاسم يعني ما بس غير اسمي حاول غير صوت كمان فبلشت دور على طريقة بدائية خلنا نقول او بسيطة لتغيير الصوت طلع معي انه اذا حطيت ايدي بتمي وضخمت الصوت شوي ممكن ينقلب لصوت حدا تاني مختلف وفعلا نجحت الطريقة اخترت اسم سمير فتحي هلأ كيف اجي من وين جبت اسم سمير فتحي انا بألفين وتسعة طلعت بعثي على مصر بعثي جامعية يعني فتعرفت على شاب حبيته كتير بمصر هو مصري اسمه سمير فتحي يعني مرتحت له شاب طيوب بسيط وحباب وهيكي وقلت انه اسم سمير فتحي ما بيضر اي حدا بحمص يعني ما في كنيهة فتحي بحمص كله فبدأت مشوار مع سمير فتحي بالاضافة لتغيير الصوت اني حط اصبعي بتمي وضخم صوتي شوي هدي بقيت مع سمير فتحي تقريبا خمس شهور وبعد تحولت له طبعا بالخمس شهور قدرت اكتب ثقة كتير من المحطات انه هذا سمير موجود على الارض موجود بين المتظاهرين بين الاحداث يعني فصرت مجرد اني ابعت الخبر ينشر عاجل على معظم المحطات متل ما هو يعني احظلت على ثقة كتير كبيرة بهديك الفترة مع انه ما كنت مخبر حدا غير ارفيئين من رفقاتي فقط وامي يعني حتى بقية اهلي ما كنت مخبرون تم اعتقال حدا من الشباب اللي كانوا بيعرفوا بالموضوع وكان من خلال مراقبة تليفونه بيعرفوا انه هو على تواصل مع سمير فتحي بس ما ما بيعرفوا مين هو سمير فتحي بدأ الامن يعذبه بالسجن طبعا وصلنا خبر من داخل السجن انه بسام اللي هو صديقي عم تعذب بالسجن مشان يحكي عن سمير وكان صامت تحت التعذيب يعني بعد باقل من شهر اعتقل الشخص الثاني اللي بيعرف بموضوع سمير كان اسمه ابو عمر من اللادئية بحكم انه درس باللادئية وشاركت بمظاهرات الرمال الفلسطيني فكان ابو عمر بيعرف بهاي القصة فهو تعتقلوا اثنياته وكان بسام كتير عم تعذب فكرنا بطريقة انه لازم ننقذه من تحت التعذيب فما كان في عنا طريقة غير انه نموت سمير فتحي طيب يعني هون السؤال اللي بيطرح نفسه واللي هو الاهم مدى مصداقية الخبر اللي كان عم يتم تقديمه وارتباطه بالاسم يعني ذكرت انه مجرد ما ينطرح الاسم فكان الخبر ينتشر تلقائيا او كان اسم موثوق قتل هذا الشخص ودخول شخص اخر يعني اللي هو اسم اخر وانما هو نفس الشخص للموضوع ما كان يسبب لبكية ما كان ينفق له عواقب اخرى مثلا ما كانت ازمة او مشكلة بالنسبة لك هلا اكيد انا بالوقت اللي اتطرين اقتلك ان موت سمير وارسلنا خبر انه سمير استشد برصاص خناص بحمص والامن سحب الجثة بصراحة هون انا اتعقدت يعني بين وبين حالي حسيت في جزء مني انقتل حسيت انه مشوار خمس شهور من العمل المتواصل على مدار الساعة مشان تكسب ثقة المحطات راح يعني انا بدي ازا بدي ابدأ بشخصية جديدة بدي ابدأ بمشوار بناء ثقة جديد وهذا الشي كنا يعني كنا بنحنا بمرحلة سرعة مع الوقت كل يوم في احداث كتير كبيرة ومعقدة والمحطات عم تدور على مصدر ثقة فانا بدي ازا بدي ابلش ابني مشوار ثقة كان الامر كتير صعب علي انا بتذكر وقت شوفت خبر انه عرضات الجزيرة بتوقع يومتها انه استشهاد سمير فتح عدو تنسيقية حمص برصاص خناص بكيت بكيت على انه انا اللي متت طب في خمس شهور كمان هذه عفوا المقاطعة في خمس شهور الناس اتفعلت مع سمير كمان يعني في ازمة للناس يعني يعني انا كمتلقي بعرف سمير وحابوا على الاخبار اللي عمين الى فكمان كسر فيني شي لانه يعني مصدر الاخبار راح انا بقلك فيه كتير اصدقاء اللي حتى فيه اصدقاء من الجزيرة اللي حرروا الخبر كانوا عم يبقوا وعملوا مثل العزة ببيتهم ويعني فيه كتير قصص بتنحكي بهذا المجال انه فيه كتير ناس يتأثروا فعلا لموت سمير وقلت لك اللي تأثر اكتر او اللي اللي يحس انه فيه سكين فاتت بقلبه هو هادي نفسه او سمير او عبد الرحمن او محمد هادول الاشخاص او هادول الاسماء اللي لشخص واحد ستحس حياتك كتير تقيلة يعني انه كل فترة باسم وانت عم تطر تتعامل تظهر بشخصية جديدة يهمك انه انه صوت يوصل بس الموضوع ما كان بهاي السهولة ابدا صحيح بعد سشهاد سمير انا هون استنفست كل الفرص يعني ما عد فيني احكي بصوت الحقيقي لانه عبد الرحمن انكشف ما عد فيني اغير صوتي بطريقة بداية لان ما عد عندي يعني جربتي كتير انه حط محرمي على تمي وانه اعمل وهيك ما عد في عندي طريقة اللي كنت غير فيها صوتي وحط اصبعي فقط بتمي وغير او ضخم الصوت كمان راح نعم فصار بدي دور على طريقة جديدة تكون متطورة اكتر يعني خلنا نقول نعم هون خطر ببالي انه موضوع طبعا سألت هون انه المحطات انه فيكن تغير صوتي على الهواء انا احنا ظرفنا الامنس كتير سيء وبيدي طريقة نغير فيها الصوت قالوا لي مستحيل يعني اذا على الهواء مستحيل يتغير الصوت ممكن اذا تحت يعني اذا الكلام مسجل وهذا الشي ما فينا نستخدمه كمداخلة ممكن نغير لك الصوت لكن انه كتقنية تغيير صوت على الهواء صعبة هون خطر ببالي في هذه الفترة نهاية 2011 بداية 2012 اذا بتتذكر كان في منتشر جوالات موبايلات صينية بسوريا الموبايلات اللي فيها تقنية تغيير صوت صحيح ممكن تحول صوتك لصوت مرأة صحيح يعني صوت بنت او صوت طفل او يتضخم الصوت اكتر فخطر ببالي انه ممكن هاي الاجهزة تفيدني فعلا وصلت على الجهاز ووصلنا كان يوم انه بتذكر حقه 50 دولار لانه جبناها من لبنان واستخدمت وبلشت تغير فيه هو له عشر عيارات يعني لتغيير الصوت حطيت العيار رقم 4 علاقة الصوت مناسب يعني هو صوت بيشبه صوت الطفل شوي المهم هو بس شوي يغير الصوت يعني طب هذي انا بدي اسألك ولو بدي قاطعك اسف لضيق الوقت كيف ولد هذي العبدالله هو هون ولد هذي هون ولد انه مع صوت 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 الطفل هذي تكتب بجوجل مثلا تكتب هذي العبدالله باب عمر مثلا بتطلع لك مداخلات اللي هي بالبدايات يعني مداخلاتي بصوت القديم او صوت الطفل القريب من صوت الطفل اللي كان هو كتير هيك صوت حنون مؤثر ببكي مجرد تسمع وحتى اذا عميحكي حديث عادي بتبكي فكيف اذا عميحكي عن مجزرة ودم فكانت الناس تبكي الناس تبكي وهون طبعا اخترت اسم هذي ليش هذي ما بعرف طب اصدت انه خامة الصوت هي هيك تكون لا ما كان في خيار انه صوت مفهوم غير هذا الخيار اللي هو تلك عيار رقم اربعة بالموبايل طبعا وهون وصلت بعد ما جبت الموبايل وحكيت مع المحطات انه انا لازم داخل معكم وموجود بحمص وهيكي فخبروني انه شو الاسم اللي بتحب نقدمك فيه انا يعني وصلت لتحت الهواء وما بعرف شو هو الاسم قلتل لهم ما بعرف عكيف كون قال ما بصير عكيف كون انت لازم تحدد فقلت لهم هذي قال تمام هذي شو قلت لهم لسه كمان بدي نقني يعني مصعب فقلت لهم حي الله قال لا بدك تحدد لهم هذي العبدالله انه فكرت انه مثل سمير بأي تاريخات؟ بأي تاريخات؟ تتذكر التاريخ اول وقت؟ هي لازم تكون بنهاية 2011 وبدأت 2012 ما بحفظ طواريخ مع الاسف بس لتلاك لسه في اليوتيوب مليان مداخلات لهذه بصوته القديم وهون بلش مشوار هذي طيب وهيك ولد هذي العبدالله الاعلامي المعروف اللي له انجازات كثيرة وأكيد العالم كلها ياته بشدها بديت شكرك هذي العبدالله الاعلامي السوري اللي كنت معنا بهذه الفقرة شكرا جزيلا لك يعطيك ألف عافية والله يحميك بكل أسماءك وانا طبعا مستمعين مستمرين معكم بشباب سوريا وعم تابعين موضوع الأسماء الوهمية رح نضم لألي هلأ الناقض السياسي الساخر الخال أبو رفعت أبو رفعت خالنا كيفك مرحبا مرحبا إليك لكل المسلمين كيفك يا خال طبنا عناك إن شاء الله بخير والله الحمد لله الحمد لله يعني طالما أهلنا مهنا بخير بالمحرر أكيد ما كلنا بخير بس إن شاء الله الله يفرجع الشعب العظيم ومنها لحريتنا من هالمجرمين إن شاء الله الخال أنت أخدته ولا أبو رفعت أنت اللي أخدته اخترته لحالك يعني أي واحد منهم والله الحقيقة أنا كانت يعني بمجرد فكرة صغيرة إنه أعمل حساب للثورة بشكل عام يعني بقى اخترت الاسم يعني هيك بصدف لأنه اخترت هذا الاسم الخالة برفعات إنه اسم يعني تقريبا مميز شوي يعني هو ما في ما في أي دلالة أو أي ارتباط عاطفي أو مكاني أو زماني بيربطك بالخالة برفعات لا 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 ما في أي يعني لا لا ما فيتعلق لا بالاسم ولا بالرمز ولا بأي شيء مجرد اختيار اسم عادي إنه يكون يعني قليل منه اسمه أو هيك طيب يعني الهدف الاساسي الهدف الاساسي لاختيارك لا اسم وهمي هو شو كان؟ يعني كان بغرض الحماية ولا كان فقط لغرض إنه اسم مختلف والله هوي لا ما هو بغرض الحماية لأنه أنا أول ما عملت الخالة أبو رفعات كان يعني أنا كان عندي حساب باسمي الحقيقي أنا اسمي زن السلوم من كفرم وكنت من الناشطين بداية السورة بس عملت الخال يعني منشان عمله مثل ما ذاك تقول مميز بيخدهم السورة بشكل عام يعني بانتقد حالي فيها طبعا طيب السؤال أخير ولا بدي أسألك خالنا اتعرضت لأي مضايقات من قبل الأشخاص نقدتون يمكن؟ حلقا المضايقات بتصير من النقد اللي بيتوجه لأي جهة كانت أو فصيل أو بشكل عام يعني بالثورة أو بغير الثورة في مضايقات أما ضمن الثورة مثلا في بتعرف أنت الفصائل أو التنظيمات أو منظمات أو أي شيء بتعلق بالثورة بيخافوا كتير من النقد وكذا أنه يعني مشان يضل عملهم ماشي أو يعني منها الشغلات بخنا نحن بننقد الأعمال اللي بتضر بالثورة بتقوم أنت يعني بيكونوا بعض الشباب يعني مثل ما بيقولوا الغسيمين شوي أو ما بيفكروا لقدام أنه أنا عبنقد بسبب الأصلاح بس أنه بيقولوا معناته عبنقد بسبب التشهير يعني لذلك بتعرض بمضايقات وخاصة أنه أنا بانتقد الجهة الموجودة والفعالة بالوقت الحالي اللي هي مثلا جبت النصرة أو بعض فصائل الشمال أو هيك لذلك جبت النصرة تعرف أنت يعني ما عندنا كثير هيك فكر وحوار وهيك لذلك ببل شو بقى يهدده وخاصة أنه أنا يعني معروف أنه هي صفحة إليك خاصة يعني النقد نحن ذاتا الثورة أساسا هي أساس النقد فلما بده يتقبل النقد ما له مكان بالثورة برأيي تماما تماما بالنسبة للأسماء المستعارة بشكل عام يعني أو الوهمي أنه هي بلشت بأول الثورة مثلا خوفا من النظام اللي كان ينتقد والنظام كان بانتشار الجيش أو هيك والناس باتتعبر عن الغراء بقى مالت لأنه تعمل حسابات وهمية من شامعين عرفوه وينتقدوا أعمال بجوز ما كل العالم تشوفها بجوز أنا شوف عمل سيء أو مسيء للثورة أنت ما تشوفه بذلك أنا بدي أخلي العالم كلها تشوفه طبعا بس في بالمقابل أسماء وهمية بتضر بالثورة يعني في أسماء هدفها أنه تخرب الثورة يعني بقى بيحكوا شغلات صارة وشغلات ما يصارة عن ناشطين عن سوار عن ناس سرقوا عن ناس يعني شغلات بتلحق العار بالثورة أو النقد الزيت بالثورة أنه ليكوا عفلان ليكوا عفلان يا شو عمل ليكوا على الفصيل اللي في إنها شو عمل أنه هؤل الشغلات من شان يخربوا من نظر الناس بالثورة أنه هاي الثورة ما يحضر لي طبعا هؤلاء الأشخاص بيكونوا من المؤيدين للنظام طبعا يعني النقد ذاتا الواحد بيقدر يميزه إجمالا الخالبة ورفعة أنا بدي أتشكرك وتشكر تواجدك معي بهذه الحلقة شكرا كثير لك ويعطيك ألف عفوة شكرا لكم جميعا أهلا وسهلا أنا ختمة مدينتين لضيفنا الأخير رسام كفرنبل رسام اللوحات اللي وصلت لوحاته لكل أنحاء العالم أو معظم الوكالات كمان أخذت لوحاته شعارات ومظاهرات بكفرنبل كمان كانت لوحاته من ضمن الرسام أو الفنان أحمد جلل مساء الخير أحمد مساء النور أستاذ أهلا وسهلا فيكم في مستعمال راديو وطان كيفك يا أحمد؟ شو أخبارك؟ الكثير من الناس عم بيرجأوا لموضوع الأسماء الوهمية بس هلأ بعد برأيك بعد يعني من 2011 هلأ الأسماء الوهمية هل أنا الأوان لأنه نحن نخطى على طرف وإن لا يعطيك العافية خدمتنا 8 سنين 9 سنين ونرجع لأسماءنا الحقيقة؟ أهلا أعادة اسم الوهمة بيرتبط أنه واحد بده ما يعرف حويته لأنه بيكون في خطر علي في حال انتقد جهة معينة نعم فبداية معظم الناس حتى الناشطين الأعلاميين طلعوا في أسماء وهمية معظمهم اللي كانوا يعملوا مداخلات على القنوات أو المراسلين كله خافا من النظام لأنه موجودين في مناطق مساتر عليها النظام أو حاربهم في مناطق منها النظام هذا الشيء في الوقت الحالي نوعا ما المفروض يكون خف يعني بس المشكلة أنه الفكر الشمولي الأقصائي يعني واحد يعني ما هو بس النظام هو اللي عنده هذا الفكر الأقصائي اللي بتجيزيك إذا انتقده فضل فيه تيارات تانية حامل نفس الفكر للأسف يعني فطالما هاي التيارات موجودة فيه ناس بها تنتقد وما فيها تكشف هويتها لأنه فيه خطر عليها فبقا راح تضل هاي الأسماء نوعا ما يعني هاي الأسف بيضل موجود ولا ما فيه فكر ما بيقبل النقد صحيح طيب بدي أسألك أحمد يعني لوحات أو أعمال اشتغلتها وتم تداولها بشكل كبير جدا من دون وجود أسمك الحقيقي ما أحز عليك ما تأثرت يعني هلق نحن بداية أول ما بلشنا نشتغل في موضوع الرسومات طبعا الرسومات أجت رديف للليفتي تبعت كفرنبيل فكانت تركيز أكتر شي على الفكرة وعلى انتشارها ما كان فيه كتير تركيز إنه مين كتب أو مين رسام يعني كنا مجموعة من الشباب نشتغل فأنا رسوماتي كلها ما عندي ولا رسمي عليها توقيعي طبعا ما تمعت لك سبب هو التركيز على الفكرة وانتشارها ما هو إنه الخوف من النظام لأنه أنا مسبقا كنت مطلوب للنظام من واحد أربعة من أول مظاهرة طلعنا فيها في كفرنبيل 2011 كنت أحد المشاركين والدعين للمظاهرة فعلى أسرها صرت مطلوب للنظام ويوم اللي جاش النظام احتل كفرنبيل في أربعة سبعة 2011 طرينا المطلوبين ننزح عن كفرنبيل القرى المحيطة ونتخبة ودهم بيتي أكثر من مرة هذيك الفترة فأنا النظام مطلوب للنظام بشكل عام بسبب التظاهر والنشاط في المظاهرات يعني الرسم إجا لاحقا يعني فما كنت والله أنه مخبئ اسمي بس ما كنا كتير كان التركيز بنت قلت لك أنه الفكرة توصل بس إيه يعني أنه مثلا يعني هلأ مثلا لما تعمل لوحات هلأ حاليا أنت بتزيل بتوقيعك هو لا صارت تعودنا أنه كانت التوقيع تبع كفرنبيل هي أنه مثلا كفرنبيل المحتلي أو كفرنبيل التحرير مع التاريخ مع مظاهرين شهلينها هذا الشكل العام كان هو التوقيع معنا فينا كفرنبيل طيب بتحسها ضليت على نفس الأسلوب ضليت على نفس الأسلوب بتحسها أنانية إذا في حالة رجعت لأسماك أحمد ما هو قضية أنانية بس نطلق لك من البداية ما كانت تركيز على موضوع الأسم طبعاً اسمي نعرف لاحقاً كنتيجة سنوية بس بالأساس ما كان هو التركيز على هالموضوع أول فكرة لأنه الواحد لما بيكون همه جماعي همه هو البلد وبيتم التوقيع على أساس البلد لما بيرجع التوقيع على الفرد يعني أنا كفرد بحسها شوي أنه ممكن يكون أنه الناس يعتبروني أناني يعني أنا عم وقع بإسم كفرنبل ليش كفرنبل ليش هلأ عم برجع وقع بإسم الفردي نعم نعم عنده فكرة معينة وصلنا إياها إذا حلو نعملها فكأفكار أنا ما في أقول هالفكرة ألي لحتى أملكها صحيح صحيح والمظاهرة كان فيه مثلاً عشرات المتظاهرين رفعوا الليفتي والرسمي في كثير منهم تعرضوا للإطلاق النغار تعرضوا للاعتقال نهدت بيوتهم فيعني حد كلهم مشاركين في هاللوحة يعني بالمختصر يعني الفكرة كانت جماعية هناك جماعة جماعة كبيرة من المتظاهرين فأجي أختصرها أنا في أن أضع أصمة فأنه أخذ جهدهم كلهم وحطيت أنا بحس فيه نعم نعم فيه نعم الأناني فحقظنا على الشكل العام أنه خلاص بهم الرسمي تنتشر وتطلع بدون حتى ليكون فيه إسم طب أحمد حالياً كيف الأفكار؟ يعني حالياً أنت عم تشتغل على الأفكار ولا كمان الأفكار هي إجمالة عم تكون جماعية لحتى التوقيع كمان عم يكون جماعي هو في الوقت الحالي للأسف أو عم تشتغل أساساً مظاهرات خف كتير عن فترة سابقة كان فيه فترة زهبية للحراك المدني عم استواكل سوريا يعني سواء مظاهرات أو حراك مدني بشكل عام من وقت للتجهد السورة بشكل عام للعسكرة خف هذا النشاط وصورت لكلمي لسلاح وحتى هلأ آخر فترة حصر موضوع المناطق المحررة شفت في مناطق إدلب وشمال سوريا بشكل عملات خفيفة صحيح حتى مسيطر عليها معظمها من فصائل شوي راديكالية يعني النصرة وغيرها فنشاط أو حراك هالمدني الكبير ما فيك تقيرنه في الفترة الزهبية الكنات القديمة أكيد وضيف عليها أنه المكتب العلمية تبعك كفرامبل في مجموعة الشباب يعني لعب حكي لك عنها معظم هون للأسف استشهدوا يعني ما ضع لحد يعيش يعني سبعا رائد الفارس الله يرحمه وحمود جديد الله يرحمه اغتيروا من شاسيني صحيح ومجموعة تانية من شباب عالم اعتقلت عالم استشهدت على فترات ففعلياً هلق بضل غير أنا من المجموعة القديمة كانت يعني معظم أصدقائي توفو فنشاط أنه هلق ما فيه جي قل لك والله فيه مظاهرة نحط فيها رسمي ما فيه مظاهرة لا بس بس أحيان تفطر على بالي ببعض الأفكار بحب أعبر عنها نلزلها بس على صفحة على فيسبوك ممكن نفسهم رسمي نلزلها على صفحة يعني بشكل فروض يعني أنا هذا اللي أصدته أساساً بجميع الأحوال أنا بديت شكرك وأتمنى لك للتوفيق أحمد جلال الفنان والرسام يعني وعلى أمل دائما تكون مظاهرات نهية مظاهرات فكر ورسم وألم وريشة بعيداً عن الإسلاح والرحمة لكل الشهداء أكيد شكراً لألك شكراً لك أستاذ والشكر لمستمعي رضي وطن الله يعطيكم العافية يعطيك ألف عافية مستمعينا أكيد الشكر موصول لألكم على المتابعة على مدى 25 دقيقة 27 دقيقة كنا برفقتكم بشباب سوريا بحلقة اليوم كنا عم نحكي عن الأسماء الوهمية أنا بديت شكر كل اللي كانوا معي الرسام والفنان أحمد جلل وأيضاً الخال أبو رفعت الناقد السياسي الساخر وأيضاً الإعلامي هذه العبدالله على الوقت اللي يعطوني بديت شكر كمان بالإعداد وتنسيق سمية طه وبالإخراج مؤيد عبدالله وأنا أغياد كنت معكم من وراء المايك نتمنى لكم بقية ليلة سعيدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة